اللبناني حيال ما حصل الانقسام هو نفسه ولكن بدأنا نسمع أصوات مختلفة يعني أنا وقت لابسمع حدا بد يروح للإكستريم مثلا مثل السيدة يمنى بشير الجميل بنت بشير الجميل لما بتقول نحن إذا إسرائيل اعتدت نحن رح نكون مقاومين لإلها. هذا موقف مختلف تماما على اللي كنا بنسمع بتشوفي الشعور العام اللبناني إنه إسرائيل إذا اعتدت علينا وأنا بقلك شعور نسبة كبيرة من اللبناني إذا اعتدت علينا نحن رح نصدها. بس نحن ما بدنا حزب الله يدخلنا بالحرب هذا كمان جزء كبير من اللبنانيين يقولونه. إذن الحزب بين الخيارين. بين خيار إنه خليني أنا أنتظر لأشوف إلى أين ستقول حرب غزة وإلى أي درجة أوسع الحرب. وإلى أي درجة يمكن أن تصل المفاوضات إلى وقف الحرب. لأنه لو قفت المفاوضات الآن. معناتها الفلسطينية رغم كل الدم البريء اللي ذرف عمليا ضربوا. إسرائيل ضربة موجعة جدا وعمليا كسروا إذا بدك الرغبة الإسرائيلية بتحقيق أهداف. طيب واحد. اثنين أنا بتصوري كمان. في سؤال بتصور حزب الله محرج فيه جدا. إنه طيب إذا لأنه فيه احتمال إنه حماس خلينا نقول الفصائل. والله تربح الحرب. بس فيه احتمال إنه ما تربحها طيب فيه حال ما ربحتها. لنحسب إنه والله فردت الإرادة الدولية والإسرائيلية وكذا ومربحوا الحرب. رغم إنه أنا برأيي كشعب هني ربحانين الحرب. مهما قلنا. طيب هون هل المحور اللي هو بقيادة إيران عمليا سيكون أيضا الهدف الثاني واحد. واثنين هل يستطيع أن يبرر للعالم أنه نحن تركنا جزء من المحور ينهزم دون أن نوسع الحرب بشكل كبير؟ وضع يعني سمحت السيد حط من الشروط هي مش عدم هزيمة أنه انتصار حماس. انتصار. وعمل حي عن حماس. مش بقاءة يعني أو عدم هزيمة انتصارة. بس ما معرف إذا حدد هو انتصار عسكري ولا سياسي. بل كما حدد العسكري بس. خروش حماس منتصر. لأنه اليوم إذا توقفت الحرب. إذا توقفت الحرب الآن. هلأ في ناس عايب يقولولك الأبرياء. ايه مندفع تماما كتير كبير وكتير بشع وكتير تضحيات. بس إذا توقفت الحرب الآن ولم تحقق إسرائيل الهدفين الأساسيين. نسحق حماس وإطلاق صراحة ربحوها عمليا. هذا انتصار سياسي. لذلك أنا برأيي أنه الناس يمكن يمكن فيه مغالاة بتصوير حزب الله أنه هو قوة عظمى. وأنه هو إذا قال أنا أستطيع أن أدمر إسرائيل فهو يستطيع أن أدمر إسرائيل بين الليلة والضحاها. ونحن ما بيصير شيء. نحن عم نحكي عن أساطيل كل دول العالم موجودة بالبحر مقابل لبنان عمليا. عم نحكي بقوة غاشمة إسرائيلية. سحقت مدينة كاملة ولم يتدخل العالم. طيب ما ممكن نحن ندمر إذا بدك أحكي كلبنان. ممكن حزب الله يدمر بإسرائيل. وممكن أيضا جزء كبير من لبنان يدمر عملية. لذلك توسيع الحرب غير إذا بدك غير مستبعد. ولكنه غير مرهوب. وأنا برأيه في مشاركة بعدم الرغبة بتوسيع الحرب. عند كل الأطراف. عند الإسرائيل. لأنه 가자 الولويت وحماس. وما بدي أنا أفتح عشرين جبهة. لذلك هو كل يوم كل يوم كل يوم. هيدا بتاريخ الإسرائيلي. وما بدأ سمعناها أنه أقول لي عدوه الي هو حزب الله. أنه أنا ما بدي وسع الحرب. أنا ما بدي وسع الحرب. أنا ما بدي وسع الحرب. هيده كمان زل للإسرائيلي بمعنى أو بآخر ونحن عنا بس كمان بنفس الوقت بتحسوا عم يعمل عملية استدراج استدراج إلى حد ما محدود جدا لأنه الإسرائيلي الآن هو يعرف أنه لا يستطيع أن يأخذ حرب تاني إلا إذا كان عنده ضماني أكيد أنه الأمريكي والأوروبي سوف يستخدم البوارج والأسلحة ضد حزب الله أنت برأيك بيستخدمهم؟ أنا برأيي إذا بيستخدمهم أنت رحت على حرب واسعة بالمنطقة أكثر من أقل شو السبب؟ لأنه هون رح يكون مصير إيران كله على المحاك يعني تخيلي بكرة البوارج الأمريكية تضرب حزب الله بيظلم اعتمد الإيراني على صواريخ من عند الحوثيين ولا هو بدي يخل إذا ما دخل بيتحمل مسؤولية تاريخية لبعد ألف سنة أنك أنت اللي كنت تقول أنه هذه الأطراف هي المقاومة ووحدة الساحات وأنت قصفت غزة وأفرغت غزة والآن يضرب حزب الله وأنت ما عم تعمل شي بشكل مباشر أنا برأيي مشان هيك الأمريكي والإيراني والخليجي والدول العربية من مصر وغيرها ينحون باتجاه إنهاء الحرب الآن وعدم توسيعها إلى الجبهة اللبنانية أو جبهات أخرى ولذلك بتشوفي أنه بعد العمليات رغم أنه عم تتوسع شوي شوي بس بعدنا نحن محدودين بإطار معين بس وين الخطر سمر؟ ترجمة نانسي قنقر